أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الرباء لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه سورة القيامة وهي سورة مكية أي نزلت قبل الهجرة وتُسمَّى باسم هذا اليوم العظيم سورة القيامة لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذا اليوم العظيم في آياتٍ عديدة ومنها في مطلع هذه السورة المباركة ونظراً لعظم هذا اليوم اللي هو اليوم الآخر يوم الحشر يوم التغاب يوم الجمع يوم القيامة الصاخة الغاشية الحاقة الطامة نظراً لعظم هذا اليوم فقد تعددت أسماءه في القرآن الكريم وأقسم الله تعالى به في آياتٍ حديدة فقال سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم القيامة قوله لا هذه تأكيد فإنه شبه جماع بين المفسرين أن هذا قسم بيوم القيامة فالله سبحانه وتعالى قال في مطلع هذه السورة لا يعني لا كما يزعم هؤلاء الكفار والمشركون أنهم لن يعادوا ولن يبعثوا أقسموا بيوم القيامة ولهذا يقولون هي زائدة يعني لفظاً وإلا القرآن ما في شيء زائد أو من باب التأكيد أقسموا بيوم القيامة والله تبارك وتعالى يُقسم بما شاء وأما المخلوق فإنه لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى والقسم بالشيء إشارةٌ إلى تعظيمه وهو كذلك فإن يوم القيامة يومٌ عظيم لا أقسم بيوم القيامة ففيه هنا المقسم عليه هو إثبات البعث والمعاد والرد على من أنكر ذلك من المشركين وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أيضاً تأكيد ثم قسم بالنفس اللوَّامة والنفس النفس ذكرت في القرآن في مواضع ذكرت وصفت بأنها لوَّامة كما في هذه الآية ووصفت أيضاً بأنها في سورة الفجر مُطمئنة ووصفت في سورة يوسف بأنها أمارةٌ بالسوء فهذه الثلاثة الأوصاف لموصوفٍ واحد فإن النفس قد تكون مُطمئنةً وقد تكون لوَّامةً وقد تكون أمارةً بالسوء ولهذا وصفت في القرآن بثلاثة صفات فالنفس إذا سكنت إلى الله عز وجل واطمأنَّت بذكر الله وأنابت إلى الله سبحانه وتعالى وخشعت له وصدَّقت برسله وعبدته كما أمر فهي مُطمئنة ولهذا يقال لها عند الوفاة يا أيتها النفس المُطمئنة ارجع إلى ربك راضيةً مرضيةً فادخلي في عبادي وادخلي جنَّتي وأما إذا كانت النفس تأمر صاحبها بالشهوات المُحرَّمة واتباع الباطل وتقوده إلى كل قبيح ومكروه فهي أمارةٌ بالسوء ولم يقل آمرة لم يقل آمرةً بالسوء لكثرة هذا الأمر منها لأنه كثير جداً قال أمارة صيغة مُبالغة وأما النفس اللوَّامة فقال ابن عباس هي النفس تلوم صاحبها هي النفس تلوم صاحبها وقال مُجاهد هي التي تندم على ما فات وتلوم عليه هي التي تندم على ما فات وتلوم عليه هي التي تندم على ما فات وتلوم عليه وقال عكرمة هي التي تلوم على الخير والشر هي التي تلوم على الخير والشر ولا شك هي اللوامة هل هي من التلوم أو التلون أو التردد أو من اللوم قد يكون هذا أو هذا أو ذاك عبارات السلف من المفسرين تدور على هذين المعنيين ولهذا لما سئل ابن عباس ما هي النفس اللوامة قال هي النفس اللؤوم وقال مجاهدي التي تندم على ما فات تلوم على الفائت المهم النفس هذه هي لوامة لكن قد تلوم على الخير وقد تلوم على الشر ولا شك أن النفس أنها إما أن تكون مساعدة لصاحبها على الخير وإما أن تكون قائدة له إلى الشر ولهذا تأمل في عدد من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كما في خطبة الحاجة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وقال عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وسائر الأمراض الرياء والعجب وغيرهم من الأمراض المتعددة إنما تأتي من النفس فالمواد الفاسدة كلها تأتي من النفس ولهذا جاءت الاستعاذة من شر هذه النفس وقال عليه الصلاة والسلام لرجل قال يا رسول الله لما أسلم قال يا رسول الله علمني كلمات ينفعني الله تعالى بهن فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي يقول ابن القيم قد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب والوصول إلى الرب عز وجل وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد ترك هذه النفس وإماتتها بمخالفتها والضفر بها ولهذا الله سبحانه وتعالى قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيمة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فالنفس تدعو إلى الطغيان تدعو إلى إثار الحياة الدنيا تدعو إلى العاجلة ولهذا الخير كله في مخالفة هذه النفس وعدم إعطائها لرغبتها لألا يندم الإنسان فالله سبحانه وتعالى قال ولا أقسم بالنفس اللوامة إذن النفس قد تكون أمارة وقد تكون لوامة وقد تكون مطمئنة بل في اليوم الواحد أو الساعة الواحدة يمكن تكون نفسه هكذا وتكون نفسه هكذا والحكم للغالب من أحوال هذه النفس وكونها مطمئنة هذا وصف مدح وكونها أمارة وصف ذم وكونها لوامة أحسان كونها لوامة ينقسم إلى مدح وذم بحسب ما تلوم عليه فإن كانت تلوم على على ما فات من الشر فهي فهي تلحق بالنفس الأمارة وإن كانت تلوم على الخير فتلحق بالنفس المطمئنة وكما يقول الإمام المربي بن القيم يقول يخرج العبد الصالح من الدنيا ولم يقضي حاجته من شيئين بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه يخرج من هذه الحياة الدنيا وما قضى وطره من شيئين ثناؤه على ربه عز وجل بما أنعم وأسدى وأيضا بكاؤه على نفسه وتبكيته لهذه النفس ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان إذن القسم يكون بيوم القيامة أو بالنفس اللوامة أو بهما معا الصحيح أنه أقسم بهما جميعا كما قاله قتادة رحمه الله وهو المروي عن ابن عباس وسعيد ابن جبير واختاره ابن جريل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ثم قال سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيضن هذا الإنسان الكافر المنكر للبعث أننا لا نستطيع أن نعيده مرة أخرى هل يضن ذلك إن ظن هذا الظن فقد خاب ظنه وكذب في زعمه فإن الله سبحانه وتعالى قال في غير ما آية من القرآن أكد على هذه القضية وأكد على البعث لأنه ركن من أركان الإيمان الستة قال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وقال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فقال سبحانه بلى قادرين على أن نسوي بنانه يعني قادرين على أن نجمع عظامه وأن نعيده إنسانا آخر قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين بلى قادرين على أن نسوي بنانه والبنان البنان هي أطراف الأصابع أطراف الأصابع وقولوا على بلى قادرين على أن نسوي بنانه من المفسرين من قال نسوي بنانه أي نجعل أصابعه كخف البعير وكحافر الفرس نجعلها طبقة واحدة فلا يستطيع أن يقبض بها شيئا ولا أن يأخذ بها شيئا والله على كل شيء قدير من رحمته أنه لين المفاصل وخلق الأصابع هكذا يستطيع الإنسان أن يقبض بها وأن يأخذ وأن يدفع بلى قادرين على أن نسوي بنانه هذا المنكر للبعث أن نجعل أصابعه طبقة واحدة فلا يستطيع أن يقبض أو يأخذ بها شيئا وقال بعض المفسرين قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه أي على أن نعيد أصابعه من التعبير بالبعض عن وإرادة الكل فإن الله سبحانه إذا سوى عاد مرة أخرى أصابعه على دقة عظام هذه الأصابع وتباينها فلا أن يقدر سبحانه وتعالى على إعادة الجسم كاملا من باب أولى وهو على كل شيء قدير والبنان البنان هي أطاف الأصابع كما أسلفت ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر البنان في سورة الأنفال في قوله تعالى فاضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يعني ليفعل الفجور ليفجر أمامه ليفجر أمامه يعني يفجر في مستقبل أيامه وما يستقبل من الحياة أمامه فيريد أن يعصي ويريد أن يشرك وأن يفعل الذنوب والمعاصي ليفجر أمامه وقيل يفجر أمامه يعني راكب الرأسه لا يلوي على شيء من التيه والعجب فهو لا يبالي ليفجر أمامه ولهذا قال جماعة من المفسرين هو الذي يجعل هو الذي يفعل الذنوب ويعجل بالذنوب ويسوث بالتوبة وقال ابن عباس هو الكافر يكذب بيوم الحساب ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يسأل أيانا يوم القيامة وهذا يشهد لقول ابن عباس رضي الله عنه أنه هذا هو الكافر يكذب بيوم الحساب لقوله تعالى يسأل أيانا يوم القيامة يقول متى يكون يوم القيامة متى سيحصل هذا اليوم كما قال سبحانه وتعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا هو القرآن يفسر بعضه بعضا يسأل أيانا يوم القيامة استبعادا لوقوع هذا اليوم قال الله عز وجل فإذا برق البصر إذا برق البصر يعني لمع من الفزع والشدة الذي تحصل في هذا اليوم العظيم فإذا برق البصر يعني فزع لأن الإنسان إذا لمع بصره وصار ما يستقل يكون هذا كناية عن شدة الخوف والفزع فهو يفزع من هول هذا اليوم كما قال تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم فإذا برق البصر وخسف القمر يعني هنا في يوم القيامة تكون الأبصار في غاية الفزع والقلوب تبلغ الحناجر كما قال تعالى وتراهم ينظرون إليها خاشعين وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي والمقصود أن الأبصار تنبهر في يوم القيامة وتخشع وتحار لما نزل بها من هول ذلك اليوم وخسف القمر أي ذهب ضوءه ذهب ضوءه وجمع الشمس والقمر كما قال تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وقول جمع الشمس والقمر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر يجمعان في النار يجمعان في النار والحكمة في هذا والله أعلم إما لأنهما من وقود النار ولسيم الشمس وإما لتبكيت العابدين الذين يعبدونهما من دون الله عز وجل فلزيادة حسرة هؤلاء الذين سجدوا للشمس أو للقمر وعبدوهم من دون الله يقال لهم بلسان الحال انظروا إلى من عبدتم هم أول من يدخلوا النار كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون عندها يفزع الإنسان إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال الشديدة ورأى أن القمر ذهب ضوءه وأن الشمس والقمر جمعا في النار يفزع ويقول أين المفر هل من ملجأ هل من محيص هل من موئل قال الله كلا لا وزر لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر قال بعض السلف لا وزر يعني لا نجات لا نجات وهذه الآية كقوله تعالى ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير يعني ليس لكم مكان تتنكرون فيه أو تختفون فيه وقال هنا لا وزر لا وزر أي ليس لكم مكان تعتصمون فيه ما يستطع الإنسان أن يختفي في مكان أو أن يغيب في مكان كلا لا وزر يعني لا مكان يحتمي فيه الإنسان أو يختفي فيه أبدا ولهذا قال إلى ربك يومئذ المستقر يعني إلى الله عز وجل المرجع والمصير كما قال سبحانه ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وقال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وقال واتقوا الله واعلموا أنكم ملأ أنكم إليه تحشرون وقال واعلموا أنكم ملاقوه إلى ربك يومئذ المستقر في هذا اليوم العظيم في يوم القيامة إذا بعث العباد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إذا جمع الناس ليوم لا ريب فيه حفاتا غير منتعلين عراتا غير لابسين غرلا غير مختونين يوم لا يقضى إلا بالحسنات والسيئات وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إذا عرضوا على الله عز وجل ينبأ الإنسان يومئذ يوم القيامة بما قدم وأخر يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها أولها وآخرها صغيرها وكبيرها ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها قال الله ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وهنا قال عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره فهو شاهد على نفسه عالم بما فعلت ولو اعتذر وأنكر لأنه يقال اليوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فهو لو اعتذر فإنه يعتذر كيف يعتذر وعما يعتذر وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة جاء ابن آدم يختم على فيه ويقال لجوارحه انطقي فتنطق اليد بما عملت والرجل بما عملت والأعظى بما عملت ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول سحقا لكنا وبعدا فعن كنا كنت أجادل ولهذا الله سبحانه وتعالى قال حتى إذا ما جاوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ولهذا ينبغي على العبد أن يحذر من هول يوم تنطق فيه الجوارح تشهد على العبد بما عمل تشهد عليه بما عمل بل الإنسان على نفسه بصيرة سمعه وبصره ويديه ورجليه وجوارحه وهو شاهد على نفسه ولهذا قال الله ولو ألقى معاذيره لو جادل لو جادل يريد المعذرة فإنه لا ينفعه جداله لو اعتذر فإن اعتذاره سيكون بالباطل لا يقبل منه ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ثم قال تعالى توجه الخطاب هنا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذكر شيء من مشاهد يوم القيامة وهوله وعظمته وإثبات البعث هنا توجه الخطاب لتعليم النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقي الوحي من الملك فقال الله لا تحرك به أي بالوحي بالقرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه جاء في صحيح البخاري من حديث من طريق سعيد بن جبير علي بن عباسر رضي الله عنه ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك شفتيه يحرك شفتيه مع جبريل عليه الصلاة والسلام استعجالا لحفظ القرآن خوفا من أن يتفلت القرآن منه فقال لي يقول سعيد بن جبير قال لي بن عباس فأنا أحرك شفتيه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه قال سعيد وأنا أحرك شفتيه كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه فأنزل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصت إذا قرأ عليه جبريل حتى يفرغ جبريل عليه الصلاة والسلام من قراءة القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغ جبريل وقام من عنده قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه من جبريل تكفل الله بذلك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله لا تحرك به أي لا تحرك لسانك بالقرآن أثناء تلاوة جبريل عليه الصلاة والسلام لتعجل به لتعجل به لتعجل بالقرآن لتعجل بحفظه فإنا نتكفل بأن تحفظه كاملا فإذا قام جبريل من عنده حفظه النبي عليه الصلاة والسلام كما ألقاه إليه جبريل إن علينا جمعه أي أن نجمعه لك ولهذا يقال جمع فلان القرآن يعني حفظه في صدره والقرآن الكريم حفظه الله سبحانه وتعالى فإنه فإنه محفوظ في الصطور ومحفوظ في الصدور فالله تعالى هو الذي تولى ذلك وألهم عباده أن يقوموا بمثل هذه الأعمال العظيمة فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فحفظه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في صدره وأمر أصحابه بذلك فكان له كتاب كتاب الوحي من الصحابة يكتبون القرآن بالصحف ثم كان من الصحابة أيضا من يحفظ القرآن في صدره ولهذا لما جمع القرآن الجمع الأول في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه والجمع الثاني في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه جمع اجتمع في القرآن حفظ الصدور وحفظ الصطور كل هذا تحقيقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولا يزال القرآن وسيظل محفوظا بحفظ الله مهما حاول العابثون من المحرفين لحروفه أو لمعانيه لا يزال محفوظا بحفظ الله تعالى وسيظل إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ لا تحرك بلسانك لتعجل به إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ إذا قرأناه فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ وَأَنصَتْ لِذَلِكُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَ لَكَ الْحَلَالِ منَ الْحَرَامِ عَلَيْنَا أَنْ نُفَهِمَكَ الْقُرْآنِ ثم إن علينا بيانة قال الله بعد ذلك كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة يعني إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة والتكذيب بيوم الجزاء يحملهم على هذا إثارهم للعاجلة إثارهم للدنيا الفانية على الآخرة الباقية التي لا تفنى ولا تزول فقال سبحانه وتعالى هنا كلا بل تحبون العاجلة أليها الدنيا ولم يذكر الله تعالى الدنيا في القرآن الكريم إلا محقرا لشأنها وليس هناك آية أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يمدح الدنيا أبدا لأنها داروا الابتلاء داروا الابتلاء داروا الكوارث والنوازل دار يُعصى الله عز وجل فيها ويُطاع فيها أيضا ودار تفعل بأهلها الأفاعيل تُذِلُّهم بعد عز وتفقرهم بعد غنى بأمر الله ومع ذلك هم يحبونها حبا عظيما حبا شديدا ويؤثرونها على الآخرة كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع كم واثق بالعمر أفنيته وجامع بددت ما يجمع فيؤثرون هذه الحياة الدنيا يُحبون العاجلة ويذرون الآخرة الباقية كما قال سبحانه وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون يعني الله هي الدار الباقية والحياة الدائمة التي لا تفن ولا تزول ثم قال تعالى وجوه يومئذ يعني يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة من النظرة وهي الإشراق والسرور وجوه يومئذ ناظرة كما قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم إلى ربها ناظرة يعني تراه جل وعلا عيانا بالأبصار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صاحب البخاري وغيره إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب والأحاديث الواردة في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة أحاديث متواترة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر هذا إلا أهل البدع كالمعتزلة ومن سلك سبيلهم ولهذا قال الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنة وزيادة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم وقال سبحانه وتعالى عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال الإمام الشافع رحمه الله ما حجب أعداءه إلا وقد أذن لأوليائه وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك فهو نعيم عظيم نسأل الله الكريم ألا يحرمنا ووالدين وأزواجنا وذرياتنا منه في جنات النعيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة أي عابسة وجوه يومئذ عابسة وهي وجوه الكفار وجوه المشركين تظن هذه الوجوه وجوه الفجار تظن أن يفعل بها فاقرة يعني أن يفعل بها داهية كما قال مجاهد يفعل بها داهية يفعل بها أمراً عظيماً لأن الفاقرة هي الداهية الكبيرة العظيمة نسبة إلى فقار الظهر لأن الإنسان إذا أصيب في فقار ظهره فقد أصيب بأمر عظيم فقال مجاهد فاقرة يعني داهية تظن أن يفعل بها فاقرة والظن هنا إما أن يكون بمعنى اليقين كما قال سبحانه وتعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها يعني أيقنوا والظن يأتي بمعنى اليقين كما قال تعالى أيضاً الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يعني يوقنون بهذا أو الظن بمعنى توقع الشيء وتوقع حصوله وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة ثم نقلت الآية المستمع والقارئ إلى مشهد عظيم سيمر بنا جميعاً نسأل الله أن يعيننا على هذا المشهد العظيم وهو مشهد الاحتضار وفراق هذه الحياة الدنيا قال الله كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق يعني إذا وصلت الروح للتراقي وصلت الترقوة التي جاءت في آية الواقعة بأنها تسمى بأنها الحلقوم فالحلقوم والتراقي متصلان ببعض فإذا وصل الإنسان إلى حالة الاحتضار وعاين ما عاين من هذه الأهوال هناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق هل من راق فيرقيه نزل بها أمر عظيم أين الراقي؟ أين القارئ الذي يرقيه؟ لأن الرقية دواء روحاني عظيم ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه وكان وقال عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل والرقية لا تكون إلا بالقرآن الكريم وبما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من الأدعية الصحيحة وقيل من راق هل من راق يرقيه؟ قال الله وظن أنه الفرق ما يمكن ينفعه الراقي يقول الله عز وجل في آية أخرى كلا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون وظن أنه الفرق أنه فرق هذه الحياة الدنيا وأنه سينتقل من هذه الحياة الدنيا إلى الآخرة والتفت الساق بالساق التفت الساق بالساق فهما إما أن هذا كناع عن الأمر العظيم وما نزل بهذا المحتضر أو أنها حصل له أن رجلاه التفت إحداهما بالأخرى كناعة عن ضعف جسمه وخروج روحه والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إليه المرجع سبحانه وتعالى والمآب لأن الروح 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 إذا قبضت ترجع إلى الله سبحانه وتعالى ترجع إلى الله قال الله عن هذا الصنف لا صدق ولا صلى هذا الكافر الذي هو مكذب الآخرة لا صدق بالبعث ولا صدق بالرسول ولا صدق بما جاء به ولا صلى ما ركع لله سبحانه وتعالى ولكن كذب بالأمر ولكن كذب بالخبر وتولى عن الأمر ولكن كذب وتولى يعني كذب بالخبر كذب بالبعث وتولى عن الأوامر والنواهي ولكن كذب كذب بيوم الدين كذب بالرسول كذب بالقرآن كذب بالخبر وتولى عن الأوامر فهو لم يسجد لله سجدة ولم يعبد الله سبحانه وتعالى كما أمره بذلك ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى يعني في الدنيا ذهب يتبختر يمشي مشية التبختر قال الله مهدداً لهذا الصنف أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى وليك المكروه وقارب منك وهذا وعيد أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيظن هذا الإنسان أن يترك فلا يؤمر ولا ينهى فلا يمكن قال عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فهذه الآية تعم أن الإنسان لا يمكن أن يترك في الدنيا مهملاً لا يؤمر ولا ينهى وأيضاً لا يمكن أن يترك في قبره لا يسأل ولا يبعث بل هو مأمور ومنهي في الدنيا ومسؤول في القبر ومبعوث يوم القيامة ومناقش على هذا الأمر عن كل ما أسلفه في الحياة الدنيا فهي تعم ما يجري الإنسان في الحياة وكذلك بعد الوفاة ألم يكو هذا الإنسان نطفةً من مني يمنى؟ كيف يستكبر ويرى أنه لا يبعث وهو بدئ من نطفة صغيرة نقطة من مني يمنى ثم كان علقةً فخلق فسوى صار بعد ذلك علقة ثم نشأ وتطور في الخلق حتى صار إنساناً سوياً وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم من الأيام بزق في يدي ثم قال قال الله يا ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا حتى إذا عدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد وقلت لن أبعث؟ أيحسب الإنسان؟ ألم يكن نطفةً من مني يمنى؟ ثم كان علقةً فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى صار بعد ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى ذكرًا وأنثى بإذن الله وتقديره منهم يخلق كما قال تعالى يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وقال تعالى يهبوا لمن يشاء إناثاً ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعلوا من يشاء عقيماً أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس من فعل هذا وبدأ الإنسان من ضعف ومن هذه النطفة قادر أن يعيده مرة أخرى؟ بلى وهو على كل شيء قدير ولهذا جاء في الحديث من قرأ بالتين والزيتون فانتهى إلى قوله أليس ذلك أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى؟ فليقول بلى كما جاء في مسند الإمام أحمد وأيضاً من قرأوا المرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقول آمنا بالله والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر